اشتركوا في القناة كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل الخير نحن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة وهذا البرنامج الذي يتناول الحديث حول سور القرآن الكريم ونخصص هذه الحلقة والحلقات القادمة حول سورة القصص لتتمتها بإذن الله وبتوفيق منه باسمكم جميعا نرحب بضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة حياكم الله وبرك الله فيكم يا مرحبا يا دكتور وصلنا أعتقد دكتور في نهاية الحلقة الماضية عند قوله تعالى وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا تُجْبَى إِلَيْهِ يُجْبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وأذكر أنك تحدثت بشيء من التفصيل في هذه الآية إلا أنني قاطعتك لنهاية الوقت فأعتذر ونفسح المجال إن شاء الله في هذه الحلقة لكن قبل ذلك أنوه للأخوة المشاهدين بأننا نستقبل رسائلهم الإلكترونية عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال الحلقة وطبعا لاستفساراتكم لمداخلاتكم لملاحظاتكم لطلباتكم وسوف نجيب عنها كعهدنا مع نهاية الصورة صورة القصص إن شاء الله أعتقد بقي لنا يمكن حلقتين أو ثلاثة حلقتين أو ثلاثة إن شاء الله طيب إذا كان الله خير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هذه الآية فعلا التي توقفنا عندها وهي قوله تبارك وتعالى وقالوا طبعا الذين قالوا هم المشركون وقالوا إن نتبع الهدى معك ومشركون قصد كفار قريش كفار قريش المشركون الذين كان معهم الحوار يعني ليس بنو إسرائيل لا لا فقط لما جاءت قوله تعالى وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يعني أفهم هذا الكلام خلاص قصة موسى انتهت تماما انتهت هذا التعليق نحن نحن نشرح الآن في التعليق وَذَكَرْنَا إِن كُنتَ تَذْكُرُ مَعِيْ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ لِلْقُرَشِيِّينَ وَلْمُخَاطَبِينَ صحيح وقلنا هذا الكلام نعم وَالْقَوْلْ هُوَ الْقُرْآنَ هنا وقالوا طبعا ليسوا كلهم الذين قالوا لا شك طائفة منهم المفسرون يقولون الذي قال رجل من بني عبد مناف هو الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف يعني ينتمي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف وهذا ديدا القرآن أنه لا يذكر الأسماء لا يذكر الأسماء وقالوا بالمجهور بما قالوا بالقول وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا جاء الحارث بن عثمان مع وفد من قريش قالوا يا رسول الله يا محمد طبعا ندوه باسمه نحن نعلم أن ما جئت به هو الحق بدليل إن نتبع الهدى معك وصفوه بالهدى بالهدى ما نقصد بالهدى هنا القرآن القرآن الإسلام الدين الذي تدعو إليه هو هدى إن نتبع هذا الهدى معك نتخطف طبعا إن الشرطية هذه نعم فبالتالي جوابها نتخطف نتخطف ممتاز شزاك الله خير نتخطف من أرضنا التخطف كما تعرف الأخذ بسرعة يقصد ماذا يقصد أننا إذا اتبعنا الهدى معك هذا الدين القبائل تتخطفنا وتأسيرنا ونصبح في خطر هو يلمح إلى أنهم يعيشون في أمن نتخطف من أرضنا وردت في القرآن تخطفه الطير تخطفه الطير تخطفه الطير نعم ذات المعنى نعم تخطفه بمعنى تأخذه بسرعة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتخطفه واضح؟ وردت بالقرآنتين نعم وردت تخطفه بمعنى تأخذه بسرعة لا والآية التي ذاتها بنفس المعنى وردت في العنكبوت التي سندرسها فيما بعد إن شاء الله السورة اللاحقة قل أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يرى القراشيون أنهم يتمتعون بالأمن والسلام والغذاء والرزق الذي يجبى إليهم من كل الجهات في حين أن القبائل الأخرى تتخطف فهذه نعمة عظيمة لكنهم ظنوا أن القبائل هي التي تزدي إليهم هذا الخير سبحان الله ويعني مكانتهم في مكة ظنوا أن ذلك الأمن الذي يتمتعون به وذلك الرزق هو مزية القبائل فيهم لذلك قال أولم نمكن الله جل جل قال أولم نمكن لهم حرما آمنا من الذي مكن لهم هذا الحرم يغار على الناس في كل المناطق إلا في مكة الله جل في علاه جل جل وهذا البلد الأمين استجابة لدعاء إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا إذن وارزقني من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات ممتاز فبالتالي هنا قال تجبى إليه ثمرات كل شيء وأنت قراءتك صحيحة يجبى وتجبى على فترة سبحان الله يجبى هي قراءة الجمهور وتجبى لأن الثمرات مؤنث مجازي مجازي ويجبى ويجوز التأذكير والتنيذ في المؤنث المجازي وأيضا ثمة سبب وهو الفصل يجبى إليهم ثمراته فلما نفصل يجوز الوجهان صحيح والقراءات يكمل بعضها بعضا فالله ينكر عليهم هذا النوع من التفكير ما الذي ينكر؟ أولم يروا أولم نمكن لهم حرما آمنا حرما آمنا وفي الحقيقة من الآمن الحرم أم أهل الحرم؟ أهل الحرم الذين فيه إذن نحن مع التعبير المجازي مع المجاز العقلي دائما المجاز العقلي ينسب شيئا إلى المكان مثلا ولكن الذين يأمنون هم أهل الحرم طيب إذن أولم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فإذن هم الذين قالوا نعم إذا اتبعنا هذا القرآن معك أو هذا الدين معك نعم سيكون مآلنا أننا نتخطف من الذي يخطفهم؟ هم يقصدون أننا نحن إذا اتبعناك القبائل التي تبقى على شركها ستتخطفنا وتأسرنا وتسجننا لكن لماذا قالوا نتخطف من أرضنا؟ من مكة يعني يأخذنا أسرى مثلا إذا اتبعناك أنت مقبل على شيء عظيم هم كانوا يعلمون أن من أتى بهذا الأمر هو أمر عظيم ويظنون أن المزية أن القبائل جعلتهم آمنين مطمئنين فقالوا له نتخطف بمعنى سوف يأسروننا سوف نكون عبيدا لديهم سوف يزجن مننا الكثير يقتل فالله أجابهم جل جلاله أولم نمكن لهم نمكن أي نعد لهم حرما لكن أنظر هنا أستاذ محمد من باب التجاذب والألفاظ أولم نمكن لهم حرما لماذا نمكن؟ أول كلمة في سورة القصص كما تعرف ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض مكن لبني إسرائيل ومكن للمسلمين في سورة العنكبوت ذات المعنى؟ لا ذات المعنى في عبارة أخرى ماذا قال؟ أولم يروا أن جعلنا حرم آمنا لماذا أولم يروا؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده لما جاء في العنكبوت أولم يروا كيف يبدئ الخلق ثم يعيده؟ قال أولم يروا أن جعلنا حرم آمنا إذن هناك يروا لأن السورة فيها يروا أكثر من مرة هذا التجاذب أنا سميته التجاذب التناسق اللفظي اللفظي يعني القرآن عندما يعبر من البداية إلى النهاية ثم تتناسق يعني إذا استمعت إلى أولم نمكن لهم أعرف أنها في القصص لأن سبق ونمكن لهم في الأرض وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثرارات كل شيء طبعا أنا أعتذر للأخوة المشاهدين نيابة عنك الدكتور شوي في وعكة صحية جزاك ولكن نزاه الله خير آثر إلا أن نعمل هذه الحلقة حتى لا نتأخر عن الأخوة المشاهدين فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وطهور إن شاء الله ومأجور جزاك فكنت أريد أن أسأل يا دكتور يقول الله سبحانه وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء نعم طيب من يذهب إلى مكة لا يجب من ثمرات كل شيء بارك الله فيك أنت تقف عند كلمة كل كل صحيح كلمة تفيد العموم لكن هذا العموم كما قال المفسر هو عموم عرفي ليس عندما قال يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني كل الثمرات الموجودة في الكرة الأرضية نجدها في مكة كل شيء يعني ما يوجد في السعودية يعني في مكة وما جاورها والبلدان المجاورة التي تجادل معها يعني فيها وفرة فيها وفرة نقول عموم عرفي هكذا يقول الفقهاء بمعنى المتعارف عليه أما لو نأتي الآن في عصر الحديث ونقول مثلا فاكهة تكون فقط في أستراليا فرضا الآن يأتي من كل صوب وحد لأن هذا قد لا يستقيم مع واد غير ذي زرع ما اختلفنا لكن عندما الله سبحانه وتعالى دعا إبراهيم بتوفيق من الله وأجابه رب العالمين ورزقه من الثمرات ورزقهم من كل شيء لكن كل شيء ليس دائما تعني كل شيء هذا قصد الكل ليس للعموم لعموم عرفي متعارف عليه لعموم عرفي وليس لاجتمال ليس للاستغراق والاجتمال بارك الله فيه شكرا على هذا السؤال زاكر الله خير طيب يقول يجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات طبعا هنا نائب فاعل صحيح صحيح كل شيء رزقا رزقا شو تعرب هذه تقصد إعلاب رزقا هنا يعربها العلماء رزقا إما حال يجبى إليه ثمرات كل شيء حال كونها رزقا حال كونها مرزوقا فهو مصدر بدل اسم المفعول حال كونها مرزوقا أو بعضهم يقول هي مصدر مؤكد ليجبى كأنه يقول يجبى ويرزقون رزقا مفعول مطلق ما ما تيجي مفعول ثانية لا لا تأتي مفعول مطلق مؤكد لأن يجبى بمعنى يرزق نائب مفعول مطلق مفعول مطلق من أي يعني وين للفعل يجبى لأن يجبى أصلها يرزق ألم نقول في اللغة العربية عندما نقول قعدت جلوسا جلوسا نائب مفعول مطلق واضح 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 فهو يؤكد الفعل يجبى لأن نفس المعنى نعم بارك الله طيب إذن يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم علم من الأفعال التي تحتاج إلى مفعول به علمت الأمر مثلا نعم علمت الأمر يعني ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون ماذا نعم أنا معك هنا عادة أستاذ محمد لما نقرأ فعل متعد فعل متعد إذا استعمل في القرآن بدون مفعول به أو بدون المفعول الأول أو الثاني علينا أن ننظر في المعنى في مثل هذا ولكن أكثرهم لا يعلمون استعمل المتعد استعمالا لازم كأن الله يوجهنا إلى حقيقة الفعل لا إلى المفعول لا نريد المفعول كأنه يقول ولكن أكثرهم ليسوا ذوي علمي ليسوا ذوي نظر ولا تأنن ولا تدبر لو كانوا يفقهون لعلموا أن المزية من الله لمن القبائل بعض العلماء أو بعض المفسرين يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون أن هذه النعم من الله لو نقدر نقع في محذور ما هو المحذور لأن أكثرهم معناته في طائفة يعلم تعلم لما قال الفعل جاءه بالعموم وقالوا إن نتبع الهدى معك ما قس وقال بعضهم فإذا الفعل بالعموم هنا القول نعم يفضل أننا نقول ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم جهلاء ليسوا ذوي علم ولا ذوي نظر ثاقب هذا المعنى بارك الله فيه يعني كما نقول حينما نعنف شخصا فنقول له أنت من الذين لا يعلمون لا نريد أن يعلمون شيئا وإنما أنت من الذين ليسوا من ذوي العلم بارك الله فيه هذا هو المقصد هنا يقول الله سبحانه وتعالى وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيينَ لا أعرف لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك ما العلاقة بين هذه وتلك هذا بارك الله فيك سؤال يتبادل لكل واحد عما تحدثت الآية الأولى تحدثت عن النعم التي تساق إليهم إلى مكة إلى مكة وهم لا يشعرون ولا يعرفون حقيقتها ولا قيمتها الحقيقية بأنها من الله تزدى إليهم ولا يعرفون قيمة الأمن الذي يعيشون فيه هنا ضرب لهم مثلا بقرى أخرى كانت تعيشوا في أمن وفي رغد وفي أرزاق وكفروا بنعم ربهم فماذا كان مصيرهم هذا في الحقيقة أسلوب تخويف للقراشيين وللمخاطبين أنتم تعيشون في نعمة ولا تشكرونها ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر هنا الارتباط كأني بالقرآن يقول خذوا العبرة من القرى الأخرى أنتم في نعم كبيرة وعليكم أن تعودوا إلى الله وكم أهلكنا من قرية أعيد الآية من فضلك هذه طبعا كم ليست الاستفهامية لا هنا كم الخبرية بارك الله فيك كم الخبرية تعربوا كم أهلكنا كم الخبرية في محل نصب مفعول به للفعل أهلك أهلكنا كم من قرية هذا تمييز من حرف جرال الزائد كم أهلكنا من قرية قرية تمييز وكم هذه التي تفيد الكثرة كما تعرف وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها نعم بطرت بمعنى أستاذ محمد البطر البطر للغة العربية هو سوء احتمال الغنى سوء احتمال احتمال الغنى أو سوء التصرف أثناء الغنى كم من كم من أناس يرزقهم الله صحيح هناك من يحسنون التصرف وهناك من يسيئون التصرف أثناء فترة الغنى هذا هو البطر حتى أعطيك يقود إلى ماذا يقود إلى التكبر وإلى الأشر وإلى التجبر والعتوب وكم من قرية أهلكنا من قرية بطرت أصلها لم تحسن التصرف وكفرت معيشتها هذا الفعل اعتقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم لست متأكدا من هذا الأمر الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس بارك الله فيك ذكرتني جزاك الله وخير بطل الحق أي عدم الاعتراف بالحق ما هو الذي لا يحسن التصرف ماذا يفعل ينكر القرآن وينكر الإسلام وينكر الحق والحق هو الإسلام صح لكن هنا قال بطرت معيشتها هنا ضمن أنا جاءك أستاذ محمد ضمن الفعل بطرة معنى كفرة كأنه يقول بطرت وكفرت معيشتها أي تكبرت لو قلنا تكبرت معيشتها لا يضبط الكلام صح إذن تكبرت وكفرت معيشتها الحسنة طبعا طبعا بطرت هي معيشتها ممتاز هكذا بطرت القرية معيشتها ليس بطرت المعيشة نفسها التي بطرتها لا 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 لو كانت بطرة المعيشة كانت مرفوعة لا هي بطرت معيشتها لكن سؤالك وجيه الفعل بطرة هو لازم سيد محمد نقول فلان بطرة بمعنى فرحة وتكبرت تعدى هنا لمفعول تعدى لأنه ضمن معنى كفرة سبحان الله فقلت لك بطرت وكفرت معيشتها أما بطرت أو بعض العلماء يقولون منصوبة بنزع الخافظ بطرت في معيشتها في معيشتها تكبرت في معيشتها كلاهما صحيح واضح سيد محمد واضح الله يبارك فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم عندما أهلكهم عندما بطروا في معيشتهم وتكبروا وكفروا نعم الله هنا الله سبحانه وتعالى خصف بهم الأرض أهلكهم عندما أهلكهم فقالت فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم أهلك الساكنين في البداية الآية كم أهلكنا فتلك مساكنهم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ممتاز وكم أهلكنا من قرية هل أهلك الجدران والمساكن أم من الأهل أنا أقول لك الأهل الأهل والدليل وتلك مساكنهم ممتاز لكن لا يمنع لا يمنع أن الله يهلك القرية ويجعل عاليها كما حصل مع قوم لوت فجعل عليها سفي له وإلى اليوم لا يوجد أثرهم زلازل مدمرة خصوف مدمرة صح لكن هنا نفهم أنه أهلك الساكنين تقول لماذا فتلك مساكنهم إذن عندما نشرح نقول وكم أهلكنا من أهل قرية بطروا في معيشتهم فتلك مساكنهم تدل عليهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم جيد ما شأن المساكن هذا ليكون لتكون المساكن عبرة ونكالا لمن جاء خلفهم الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة غضب على الأهل القرية أم القرية على أهل القرية ممتع غضب على أهل القرية انتقل غضبه جل جلال لشدته إلى القرية فجعل مساكنها لم تسكن من بعدهم واضح يعني بهجة المساكن أستاذ محمد بسكانها بهجة المساكن بساكنها صحيح فعندما انتقل غضب الله إلى تلك القرية حرمها من بهجة السكان واضح فقال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم في مثل مشهور عندما يقول الجنة من غير ناس ما تندس بارك الله فيك طبعا حتى لو كانت جنة فمن بالك بالمساكن فالمساكن بساكنها جميل فتلك مساكنهم لو جئنا إلى إعراب أستاذ محمد تلك وهي في الحقيقة نحية النحوية البسيطة تلك مساكنهم مبتدأ وخبر لكن لو قلنا تلك مساكنهم جيد ما بها الحقيقة الخبر لم ينتهي له هذا مش مبتدأ وخبر تلك مساكنهم الخبر والجزء المتم الفائدة أين الفائدة لو كنا في غير القرآن أستاذ محمد نقول تلك مساكنهم تلك مساكن القوم بس بس ما خبر ما أخبرت عنه ما أخبرت بما الله تعالى هي في الحقيقة أنا جايك نحويا نحو البسيط اكتبا تلك اسم إشارة في محل رغم مبتدأ مساكنهم خبر لم تسكن من بعدهم خبر ثاني ثاني صحيح الشيخ طهر بن عشور وبعض المقصد يقول لا تلك مساكنهم تلك المساكن كأنها بدل كأنه يقول تلك المساكن من بابنا الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة بدل لكن إذا عرف بأل إذا عرف فهو يقول نحملها على البدلية لأن الخبر سيأتي الأساسي لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين عبرة للمعتبرين فهنا تحتمل وأما نحية النحوية البسيطة تلك مساكنهم خبر كما قلت لك وحرمها الله من مساكنها إلا قليلا نأتي إلا قليلا في الحقيقة ورد في الحديث عندما كانوا في غزوة تبوك رسول الله عليه وسلم والمسلمون كانوا في غزوة تبوك مروا بقوم processo في الحجر فقال الرسول الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن القوم الذين أهلكوا إلا أن تبكوا لألا يصيبكم ما أصابهم لا تدخلوا إلا وأنتم يعني تبكون حتى لا يصيبكم ما أصابهم أو كما قال الرسول عليه وسلم لذلك الله ماذا قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا استثناء إلا قليلا احتراس يا أخي ناس مروا سكنوا عشد قرار ساعة ناس لم يعلموا فالله جل جل إلا قليلا إلا زمانا قليلا أو إلا سكن قليلا واضح الكلام أو إلا قليلا من الناس ممكن وكنا نحن الوارثين دليل على أن الله سبحانه وتعالى كناية على حرمان تلك المساكن من الساكنين الله ورثها ويرثها إلى يوم القيامة دليل على غضبه على أولئك الأقوام فهذا تخويف لمشرك قريش بارك الله طبعا الحديث لا زال حول الإهلاك جميل الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي والحديث عن الإهلاك وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ الحديث عن هذه الآية بعد الفاصل بعد أذنك فضية الشيخ الدكتور فاصل قصير ثم نعود لمتابعة البرنامج يبقوا معنا حياكم الله من جديد لا زلنا معكم في برنامجكم في رحابة سورة ولا زال الحديث متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي حول سورة القصص من كتاب الله جل في علا فضيلة الشيخ الدكتور ما زال الحديث حول الإهلاك بعد الآية وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْمُ الْوَارِثِينَ الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ هاتان الآياتان ورد منهما أو في معناهما وردناهما الكثير من الآيات أذكر مثلا على سبيل المثال قول الله تعالى في سورة الإسراء وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْنُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا أَوْ أَمَرْنَا فِي قِرَاءَ أَخْرَى مُتْرَ فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَرْنَا هَا تَدْمِيرًا يعني في ذات السياق هذه الآية بارك الله فيك يعني تتحدث عن سنة الله في الإهلاك متى يهلك الله القرى مسببات هذا الإهلاك مسببات الإهلاك بارك الله لكن أنا لست محتالي قبل أن ننتقل وسأتحدث لك فيما في الآية في الآية التي سبقت أستاذ محمد كنت أود أن أقول شيء لكن سبحانه ننسى شوي عندما قال وكم أهلك يمكن لأني أنا مستعجل شوي لا لا بالعكس من شاء الله عليك وكم أهلكنا من قرية بطرة ماشيشتها هذه الآية لها آية تماثدها تماما في سورة النحل يقول الله يقول الله جلاله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رابا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع هذه الآية تفسل هذه وتزيدها جلاء ولكن يعني أنا لماذا أتيتك بها أولا بطرت معيشتها هي كفرت بأنعم ربها أنا لماذا قلت لك بطرت بطرت معناها بطرت وكفرت بأنعم نأخذها من هنا القرآن يفسر بعضه بعضها ما تقول الآية؟ الآية تقول كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها لغدا فكفرت بأنعم الله صح؟ كفرت بأنعم الله هنا بطرت معيشتها إذن يسمى البطر في المعيشة هو الكفر بالنعم مواضح الكلام؟ يعني دائما القرآن يفسر بعضه بعضها وهذا ما فعله صاحب أضواء البيان الشنقيطي في كتابه العظيم 11 مجلد أضواء البيان فسر الآيات بالآيات وأول من فعل ذلك الحقيقة ابن كثير الدمشقي في تفسيره القرآن العظيم العظيم نعم فكثيرا ما يأتي بالآيات المتشابهة فقط أنا أشير للمشاهد الكريم إلى نكتة جميلة هنا كيف بدأت الآية وكم أهلكنا من قرية هناك ماذا قال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا قَرِيَّةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنًا لماذا هناك قال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا ما قلنا خصوصية كل سورة سورة النحل وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يقدر على شيء ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا رَجُلَيْنِ هنا الإهلاك قرأنا الدرس وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون صحيح الآن الآية التي نحن بصددها وَكَمْ أَهْلَكْنَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ وَلْمَا تكلم عن قارون وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ممتاز وعند قارون كمال قال وَخَسَفْنَا بِهِ إِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلِهِمْ في آية مهمة تقول أهلكناهم فصورة القصص فيها حديث عن الإهلاك وأهلك فرعون كما تعرف وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون جميل جدا أما قال وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ القُرَى ولما تحدث عن قارون قال أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ من قبله من القرون بينما هناك ضرب الله الأمثال ضرب الله مثلا عبد المملوكا ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم فتناسق التعبير من البداية أيضا أقول لك شيء هنا قال بطرت معيشتها هنا قال كفرت بأنعم ربها صلت النحل كلها نعم وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فيها حديث عن النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدونها تحدثنا عنها قلنا هذه صورة النعم صحيح إذن هناك أبرز وقال كفرت بأنعم ربها بعدين الفرق السيد محمد هنا قال قرية آمينة مطمئنة ماذا أضب؟ مطمئنة هنا لم يقل مطمئنة قال حرما آمنا فقط واضح؟ وعندما قال قرية لم يقل مطمئنة هنا قال مطمئنة لماذا؟ كلمة الإطمئنان كلمة نادرة الاستعمال إلا فيا أيها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك وهنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمينة مطمئنة في نفس الصورة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بصورة النحل نظرية تجاذب الألفاظ التناسق يعني عندما تقرأ آية من المتشابه اللفظي اعلم أنها في محلها لفظا ولغة وتركيبا وتناسقا مع ما قبلهم فما أعظم هذا الكلام طيب دكتور أنا كنت تريد أن أسألك وإن كان السؤال متأخرا شيئا ما ما معنى الإهلاك؟ نعم ما معنى كلمة الإهلاك؟ أهلك يعني هلك لو قلنا فلان هلك بمعنى مات وأهلكه الله يعني أعدمه أماته قرية يهلكها الله يجعل عليها سافدها هل دائما هذا الفعل يستعمل في طريقة التخلص بالعذاب؟ هل لها معنى سيء؟ طبعا الإهلاك دائما فيه تدمير الله أعلم حتى نقول فلان الهالك لو كان كافرا بمعنى الميت هلك بمعنى انتقل من الحياة إلى العدم كيف انتقل؟ أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ نعم اليوم سبحان الله وأنا أقرأ في القرآن نعم فمرت علي آية تعجبت من استعمالي هذا اللفظ في هذا المكان جميل ولعله يكون سؤال حتى في المرات القادمة من شخص مستقبل أن نبحث عن الكلمة؟ الله سبحانه وتعالى في سورة غافر يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك إذا مات بمعنى إذا انقضى نحبه فلا أعرف لماذا استعمل الفعل هلك جزاك الله مع أنه قد يتبادر لذهن الإنسان أن هذا الفعل مرتبط بالعذاب سنبحثه إن شاء الله بدقة جزاك الله بإذن الله طيب دكتور آية ثانية نعم نعم قول الله سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَهَ لماذا فِي أُمِّهَا رَسُولَهَ؟ فِي أُمِّهَا بمعنى فِي أَكْبَرِهَا فِي أَعْظَمِهَا فِي عَاصِمَتِهَا مَا كَانَ رَبُّكَ إنت السؤالك ليس في الضواحي ليس في القرى لا المقصد من الكلام وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا أي في أكبرها في عاصمتها في أكبرها لأن دائما أم القرى ليس شرط أم القرى هنا يقصد بها مكة نعم واضح إنما أم القرى هي أكبر تلك القرى العاصمة الكبيرة لماذا؟ لأن دائما العاصمة الكبيرة أهل البوادي ينزلون إليها القرى الثانية تصب فيها فأخبار تنتشر فالرسول لا يأتي من الضواحي وإنما من أم القرى من أعظمها وأكبرها شأنا ومكة كانت أم القرى والمدينة كانت أم القرى وضواحيها وهكذا فالله في هذه الآية بارك الله فيك يذكر سنته في الإهلاك لا يهلك إلا بعد أن يبعث الرسل لألا يكون للناس حجة على الله نقول ما جاء أنا من نذير لبلى قد جاءكم نذير وبشير ولا يبعث في قرية نائية لا في أمها في أمها لأن دائما الناس يذهبون إلى أم القرى وأم القرى عادة يعيش فيها الناس الشعراء الأدباء ذو الفطنة فلذلك يبعث في أمها وبعد ذلك فقط يبعث إذا كذبوا يهلكهم أتم الآية من فضلك حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا يبين لهم الآيات والوحي الذي جاء به ذلك الرسول نعم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالم هذا هو السبب سبب الإهلاك هو الظلم والظلم هنا بمعنى الشرك و بمعنى الكفر و بمعنى الظلم الظلم لأنفسهم قبل كل شيء ظلموا أنفسهم بالشرك الذي يجعل مع الله آلهة أخرى هو ظالم و إن الشرك لظلم عظيم فقط أشير إلى أن ما كان هذا أسلوب الجهود انظر يعني الله سبحانه وتعالى لم يقول ما كان وما كنا ما كان وما كنا ولم نكن هذا أسلوب الجهود في اللغة العرية لا نقصد يعني وما كان ربك مهلك وما كنا مهلكي ممتاز هذا يعني أفرغ الله صيغة النفي في صيغة الجحود هذا يسمى أسلوب الجحود الجحود هذا أشد النفي لا يوجد نفي أكثر من هذا لو قال الله وَمَا نُهْلِكُ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَ ظالمُون جميل نفل لكن وما كنا مهلك أبدا كأن الله يقول عادتنا وديدنا السنة السنة في الخلق أن الله لا يهلك إلا إذا بعث رسولا وتل الآيات على المبعوث إليهم وكذب المبعوث إليهم بالرسول وظلموا أنفسهم هنا يأتيهم الإهلاك هذا يسمى أسلوب الجهود في ما كان وما كنا لم نكن لم نكن نعم في الماضي والمضاء لم أكن لأفعل يعني أداة النفي زائد كان بارك الله هذا أسلوب الجهود في اللغة العالمية وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون طيب وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الجملة كان فيها تقديم وتأخير فيها حذف فيها شيء من نقص قد لا نعم بارك الله نضحه إن شاء الله وما أتيتم أولا سلتها السابقة هو ما زال ما زال يتحدث عن القراشيين الذين أوتوا المشركون عادة يعني كانوا مترفين وكانوا يقولون كيف نتبعك يا محمد ويتبعك أراضل الناس يعني صهيب وبلال والفقراء فالله يبين لهم أن ما آتاهم من نعم فهو من الله ومع ذلك هو متاع قليل وزائل إلى ما قيس بالمتاع الدائم هو متاع قليل أنت ما تتحدث عنه ما أوتيتم هذه شرطية في الحقيقة ما أوتيتم من شيء فهو متاع الحياة الدنيا المبتدأ محذوف بعد فاء الرابطة لجواب الشرط هنا أسلوب الشرط أستاذ محمد ما أوتيتم من شيء فهو متاع زائل أسلوب شرط هذا نعم ما أوتيتم من شيء فهو متاع فهو متاع زائل نعم لكن ما هو الأفضل وما عند الله خير وأبقى لماذا الخيرية فيما عند الله لأنه أعظم لأنه أدوم أما متاع الدنيا زائل لأنه خال من المكدرات والمنغصات فما عند الله خير مما أوتيتم في الدنيا وأبقى لأنه خالد فكيف تقيسون شيئا زائلا بشيء خالد يدوم وهو أصفى وأعظم فبعد ذلك اقرأ لي التليل كيف جاء أفلا تعقلون والله الذي لا يميز بين شيء زائل عاجل زائل ويفضله عن عن نعيم خالد آجل لا يعقل لا يعقل لا عقل له لا عقل له لا يحسن التصرف ولا يحسن الميزان فهنا قال أفلا تعقلون أفأبطلتم عقولكم ولا تستعملونها ثمت قراءة أخرى تقول أفلا يعقلون عجبني أحد المفسرين قال أنزلهم منزلة الغائب لأنهم غيبوا عقولهم سبحان الله أفلا يعقلون والله لا يستحقون أن يخاطبون سبحان الله أحد المفسرين قال هذا الكلام طيب دكتور هنا أفلا أفا نعم بمكتتي ألا يعقلون الفاء هذه هذه عاطفة على فعل محذوب أأهملوا عقولهم فلا يعقلون أعطلوا عقولهم فلا يعقلون دائما لما تجد الهمزة همزة تستفهم والفاء عاطفة عندما تعطف تعطف على شيء يفهموا من السياء يعني كأنهم أأهملوا عقولهم فلا يعقلون إلى غير ذلك لابد أن نقدر الفعل المعطوف عليه طيب إذن الآية التي تأتي تالية تقول أفا من وعدناه هذه فاء تفريعية همزة استفهام فاء تفريعية أفا يستوي من وعدناه وعدا حسنا بمن متعناه متاع الحياة الدنيا أفا من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة في المحضرين كأني أقول كأني بالقرآن أقول هل يستوون كأن في جملة هنا محذوفة هل يستوون من وعدناه وعدا حسنا فالفاهنة الرابطة بارك الله فيك هي تفريعية على ما سبق لما قال لهم أيها العقلاء يا من تتدبرون في الكلام السوي قبل وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا صحيح وزينتها صح نعم وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون بعدين قال أفمن وعدناه فرع هذه الجملة على الذي يسوي بين متاع زائل ونعيم دائم لا ينبغي أن نقول عن الآخرة متاع كما قلت لك ذات مرة إنما هو نعيم ركز أنا معك نعم نعم فمتاع الحياة وما عند الله وما ذكرهن لكن ما عند الله نعيم وليس متاعا أفلا تعقلون بعدين فرع قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فالنتيجة تكون فهو لاقيه لأن الموعود يكون مسببا عن الوعد الفا هنا ماذا فعاطف لك فيها السببية فيها معنى النتيجة أفمن وعدناه وعدا حسنا فكانت النتيجة أنه لاقيه لكن هذه الجملة سيد محمد هذه الجملة في الحقيقة اعتراضية لأن أصل الكلام أفمن وعدناه وعدا حسنا كمن متعناه وبرك الله فيك شاهد القرآن عجيب في تركيبه هذه جملة اعتراضية أنا أقرأها هكذا أفمن وعدناه وعدا حسنا نفتح مع طريضتين فهو لاقيه كمن متعناه لأن دائما هنا لابد أن يكون لدينا طرفان فهل يستويان والله كل إنسان عاقل قل لا يستويان ثم يوم القيامة من هم المحضرين هذا الطرف الثاني ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي من المحضرين إلى العذاب واضح سوف تقول من أين فهمناها من المحضرين نقول أحضر فلان فهو محضر من المحضرين إلى العذاب الدليل أن السطر الثاني الأول ما هو أفمن وعدناه وعدا حسنا الوعد حسن ما هو الجنة للذين أحسن الحسنى وزيادة الوعد الحسن هو الجنة ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلى الجنة أم إلى النار ممتاز لكن لم يقول الله قال كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلى الجحيم إلى النار لم يذكرها لأن وعدناه وعدا حسنا و بضدها تعرف الأشياء طيب الله سبحانه وتعالى يقول و يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون و أحيان يقول أين شركاؤكم جميل نعم صح وردت هكذا في آية أخرى فهل هم شركاؤهم أم شركاء الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه عن الشركاء بارك الله فيك هذا أسلوب تهكمي أسلوب توبيخي تحقير وتوبيخ وتقريع أين شركائي الله جل جل هل له شركاء أبدا لكن هو يطرح جل جلاله لهم السؤال يعني كأنه ينزل إلى مستواهم و يخاطبهم بمستواهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وأين أين اسم استفهام يدل على المكان يعني وهل مقصود أين يعني أروني أينهم أروني أينهم هو المقصود من هذا التعبير التهكم بهم أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم و يوم يناديهم عن أي يوم يتحدث يوم القيامة جميل ما وردت قبل قليل ثم هو يوم القيامة من المحضرين صح؟ صحيح و يوم يناديهم هو عطف ليقول هذا يوم القيامة و هذا أيضا يوم القيامة لكن اختلف ما يقع فيه فاختلف التعبير سبحان الله فالمغايرة هنا للتوبيخ زيادة في التوبيخ أنتم تنسونا هذا اليوم هذا يوم تكون من المحضرين إلى جهنم وهذا اليوم الذي سوف تنادون فيه وتوبخون أين سركائي الذين كنتم تزعمون جاي تزعمون فعل ينصب أم لا ينصب في رأيك سامحني أن أسألك أحيانا لا لا بالعكس زعم فلانا صديقه مثلا زعم زعمت فلانا صديقي فرضا أو ظننته ينصب مفعولين مفعولين من أخوات ظنة هنا قال أين شركائي الذين كنتم تزعمون من أفعال الظن واليقين هذه صحيح ممتاز إذن أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي المفعولان محذوفان تزعمون هم شركائي جميل شفت كيف أصلها أين شركائي الذين تزعمون هم شركائي أو تزعمون أنهم شركائي فالجملة الإسمية سدت ما سد المفعولين أو نقول المفعولان محذوفان ندل عليهم ما في السياق وهو سؤال توبيخي سيد محمد سبحان الله نعم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هذه آية عجيبة أستاذ محمد وقال قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نعم في الحقيقة الذين نادهم الله ويوما يناديهم ينادي عن من ينادي المشركين جميع المشركين لأنه يتحدث ليهم يقول أين شركائي يتحدث عن الجميع لكن الذين أجابوا هم أئمة الشرك قال الذين حق عليهم القول هؤلاء الذين أغوينا يعني الذين أغووا هم الذين أجابوا طيب يعني أئمة الكفر قالوا هؤلاء الذين نحن أغويناهم ممتاز السؤال هو كان المفترض السؤال موجه لجميع من في الموقف لماذا أجاب هؤلاء هم لأنهم عرف ثمت احتمالا أنهم المقصودون مقصودون نعم أنهم المقصودون لأن لما يقول أين شركائي وبالحقيقة الكلام إليهم يعني لماذا استعبدتموهم وأيضا لا يبرأ المشركون الذين أشركوا فأجاب من ظن أنه مقصودا عرف ممتاز واضح الكلام هذا رقم واحد اثنين أحد المبسرين يقول لا ثمت كلام محذوف أين شركائي الذين كنتم تزعمون قالوا ربنا هؤلاء الذين أضلون وين في صور أخرى في صور أخرى موجود صحيح أضلون عن سواء السبيل فلما قالوا لهم هؤلاء الذين أضلون أجاب أئمة الشرق قالوا لا ربنا هؤلاء الذين أغوينا لكن في الحقيقة أغويناهم كما غوينا نحن سولنا لهم هم الذين اتبعونا سبحانه هم ظنوا أن الاعتراف سينجيهم نحن لسنا الشركاء نحن فقط زينا لهم وسولنا لهم وهذا لذلك أنا أعجبني ابن عرفة مفسر هذا مالكي عنده لفتاة جميلة يقول قال الذين حق عليهم القول طبعا حق عليهم القول يعني العذاب العذاب جيد أسألك ما عليك وتتسألني من أين عرفت بأنه العذاب لأن في سورة السجدة وحق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس يا جمعي ممتاز حق القول مني عرفنا ما هو الحق القول لما قال الذين حق عليهم القول من هو العذاب واضح نحمل القرآن على القرآن ولأن السياق كله يتحدث عن العذاب يعني ويوم يناديهم فيقولوا أين الشركاء الذين كنتم تزعمون أكيد أنه سوف يقول حق عليهم القول أي العذاب ممتاز لكن أنا فقط هذه مفاتيح بالشيء بالفعل يفسر يفسر لأسولة السجدة نقول وحق عليهم القول لأم لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فهنا يقول قال الذين حق في آية أخرى وحق علينا قول ربنا أو شيء تذكر إنا لذائقون نعم ممتاز هي متكررة في القرآن فإن قال الذين حق عليهم القول من المشركين الأئمة من الرؤساء الذين كانوا يقننون لهم الشرك ويحببونه لهم فقال الذين بعد ذلك ماذا قالوا ربنا ما معنى ربنا نداء اعتراف استعطاف الآن الآن تستعطفون الله ربنا نحن نعترف بربوبيتك وبخلقك لنا وبلسقك لنا كأنهم يستعطفونه ربنا هؤلاء الذين أغوينا من ناحية النحوية سيد محمد هؤلاء اسم مبتدى الذين أغوينا خبر وانتهى المبتدى وانتهى المبتدى كأن سائل يقول ما بهم يعترفون بهذا الدرم العظيم يعني يعترفون هؤلاء الذين أغوينا طيب لنا لا 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 ما في خبر ما في فائدة يعني عاد لكن لو واحد قالوا هؤلاء الذين أغوينا تعربوا بالألم صحيح لكنه لم يتحدث ولم يسألهم عن هذا نعم السؤال لم يكن عن هذا كان عن الشركاء عن الشركاء لكنهم قالوا له يا ربنا نحن هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا نحن كما أغوينا من جهات أخرى سولنا لهم فغووا كما غوينا صحيح فهم يريدون تحميلهم المسؤولية أنا أجيبك بالنحن النحوية هؤلاء الذين أغوينا تعربوا أيضا أستاذ محمد هؤلاء مبتدأ الذين خبر أغوينا صيرة الموصول كأن سائلا يقول أغويتموهم يقول أغويناهم كما غوينا هل يسموها جملة استئنافية تجيب عن سؤال مقدر واضح بعض العلماء قالوا برأيك هؤلاء الذين صارت صفة أغويناهم هو الخبر لكن ما أقوله لك وهذا كلام بن عرف المالكي جميل هؤلاء الذين أغوينا خبر نقطة سائل يسأل أغويتموهم أغويناهم كما غوينا والله إحنا ما فعلنا شيء سولنا له فغووا كأن هذا الكلام يخفف عنهم ولا يخفف عنهم اقرأ بعد ذلك أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما زالوا يصرون هذه جملة استئنافية تبرأنا إليك تبرأنا إليك يعني تبرأنا إليك وتبرأ إلى هنا تبرأنا إليك يا رب من شركهم جميل واضح الكلام تبرأنا إليك نقطة ما كانوا إيانا إذا يعبدون من أنا يهمني ما كانوا يعبدوننا يعبدون غيرنا انظر أستاذ محمد كلامك صحيح لم يقولوا ما كانوا يعبدوننا قال ما كانوا إيانا لماذا التقديم هم يقولوا ما كانوا إيانا والله ممكن يعبدون غيرنا سبحان الله هم يتبرأون قال لماذا لأنهم رأوا العذاب فيريدون أن يتملصوا من أن يكونوا الشركاء لكن لا ما نحن زينا لهم ظنوا أن مجرد التزيين يعفيهم عن العذاب من العذاب إزاك الله خير وبارك الله في فضية شيخ الدكتور على ما تفضلت وبإذن لنا نلتقي بك في حلقات قادمة إن شاء الله لإكمال ما بدأناه في سورة القصص فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفير في قابل الحلقات وكذلك الشكر لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا هذه الحلقة من برنامجكم القرآن في رحاب سورة ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل إلى ذلكم الحين هذه التحية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة